السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم ود واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام في الجزء رقم 8 من الشبطر السابع هنتكلم على الرياكشنز داخل الإيكليبريام فيز دياجرام في الحقيقة عندي خمس أنواع من أنواع الرياكشن التي يمكن أن تتواجد داخل الإيه داخل الإيه الفيز دياجرام المختلف أول تفاعل اسمه إيه تيكتك وده الشكل العام بتاعه داخل الفيز دياجرام حيث يتحول الليكود إلى ألف زائد بيتا يعني إلى اتنين سولد بالتبريد وإذا حصل تسخين فإن التفاعل يحظل في الجهة العكسية حيث أن أغلب كل هذه التفاعلات تعتبر تفاعلات عكسية التفاعل الثاني اسمه بيريتيكتك وده شكله في الفيز دياجرام حيث يتحول الليكود زائد سولد إلى سولد آخر يعني الألف زائد الليكود يتحول إلى بيتا هذا بالتبريد أما بالتسخين فإن التفاعل يعتج فيه الجهة الأخرى طيب التفاعل الثالث اسمه مونيتيكتك وده شكله في الحالة الإيه في حالة الفيز دياجرام حيث يتحول الليكود إلى الليكود آخر زائد سولد يعني الليكود ون يتحول إلى الليكود تو زائد سولد هذا بالتبريد ولكن بالتسخين يحصل العكس ويتجه للتفاعل فيه الجانب الآخر التفاعل الرابع اسمه بريتاكتويد وده شكله في حالة الإيه في الزياجرام حيث يتفاعل سولد إلى تو سولدز يعني عندي الجاما تتحول إلى ألفا زائد بيتا هذا بالتبريد وبالتسخين يحدث العكس ويتحول فيه الانتجاه المعكس البريتاكتويد وده شكلها في الفيز دياجرام حيث يتحول تو سولدز يتحولوا إلى سولد آخر حيث أن الألفا زائد بيتا تتحول إلى جاما هذا بالتبريد وبالتسخين يحدث العكس